أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر التزام الشرعية بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والحرص على الحفاظ على المدنيين وتجنيبهم المخاطر والتخفيف من معاناتهم الحالية التي تسبب بها الانقلال وناقش نائب الرئيس مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان الدور الذي يمكن أن تطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهام اللجنة كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة السياسية تجاه حقوق الإنسان وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتها إسقاط الدولة ونهب حقوق الناس وتفجير واحتلال المنازل ودور العبادة واختطاف الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين وثمن الدور القانونية والحقوقية الذي تقوم به اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون من مختلف الجبهات